اشتركوا في القناة منزلة الغفر في برج الميزان ورح ينتقل طبعا في ساعات الصباح لمنزلة الزبانية ولكن في احداث اليوم رح تصير عنا طبعا اليوم عنا ثلث اقترانات للكواكب رح تكون مع القمر وفي نفس اللحظة رح يكون اليوم عنا انتهاء تراجع بلوتو اللي بيتراجع له فترة طبعا اليوم رح ينهي عملية التراجع تاعته رح نذكر عنه شوي بما انه القمر موجود في منزلة الغفر وهي الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي هو الان موجود في هاي المنزلة لغاية تمام الساعة عشرة وتسع دقائق من صباح اليوم الاربعاء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة واحدة وتسع دقائق بعد الظهر بانتقل القمر وبصير في منزلة الزباني وهي الفساد والقطع والمشاكل طبعا القمر بما انه موجود في الميزان فحكينا انه احنا نكتسب من صفات هذا البرج يعني بصير عنا من صفاته ومن تأثيراته فهاي افضل فترة عاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعي اكثر ومنميل الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفل ما واعادة تزيين البيت او المكتب واقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية حكينا انه اليوم عنا مجموعة احداث فاول زاوية فلكية هي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين زحل وهي راح تكون في تمام الساعة 12 و 15 دقيقة من بعد منتصف هذه الليلة يعني الليلة اللي احنا منبث فيها الحلقة الان اللي هي ليلة الثلاثاء على الاربعاء بعد منتصف الليلة ب 15 دقيقة بتوقيت جرينيتش بتصير هاي الزاوية او ذروتها هي تأثيرها تقريبا بيبلش من ساعات العصر يعني بتوقيت الاردن الساعة 3 و 15 دقيقة فجرا نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبيتعزز لدينا الحس بالمسؤولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهي رح تكون في تمام الساعة 11 و 5 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بتوقيت الاردن الساعة 2 و 5 دقائق بعد الظهر طبعا معنى اقتران القمر والشمس مع بعض يعني بداية شهر جديد وبداية هلال جديد يعني بيبلش بده ينولد الهلال منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وبنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل وبنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 12 و 3 دقائق ظهرا يعني الساعة 3 و 3 دقائق يعني بعد الظهر بتوقيت الاردن هذا الاتصال بخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى من قوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بعد هاي الزاوية مباشرة بنتهي عنا تراجع كوكب بلوتو طبعا كوكب بلوتو الو هو بتراجع قرابة الخمس شهور رح ينتهي تراجع في برج الجدي اللي زي ما حكينا له خمس شهور بتراجع فيه طبعا هذا الكوكب اللي بيتحكم بالامور اللي لها علاقة بالمورائيات او بما وراء الحياة وبما انه كان يتراجع خلينا نراجع الخمس شهور هدولا نشوف بعض الاحداث اللي صارت او اللي اثرت وقيسوا انتوا على حسب ما مر عليكو شوفوا انه هذا الاشي مر عليكو ولا ما مر عليكو واكتبونا في التعليقات اول اشي بما انه سلبي وبتحكم في هاي الامور او له علاقة بعلم ما وراء الحياة او الغيبية تحديدا فمنجد انه بالخلال الخمس شهور هدولا كثير ناس مدعين او كذابين او نصابين ادعوا اما انهم عندهم علم خاص وركزوا على علم تناسخ الارواح وعمر الحياة الثانية والانتقال من حياة لحياة وهاي الامور كلها اللي انحكى فيها وحتى انه ممكن ظهر بعض الدعاء او بعض الاشخاص اللي ادعوا بينهم انبياء او رسل بالفترة هاي وانا بعرف واحد يعني اكيد بعرف واحد وفي ناس اكيد تعرف اللي تابعت اللي انضحك عليها وروجت له هي بالفترة الماضية انه هو يدعي انه هو رسول من السماء وانه حامل رسالة وانه بدخل النار وبدخل الجهنم وبعذب الناس وبعاقبهم وبشفي كمان يعني هاي هذا واحد انا بالنسبة لي مرة علي اما موراء الحياة وهذا فكثير اللي حكوا في هذا الموضوع طيب هذا كوكب كوكب السيطرة فلاحظنا كثير من الدول او الاحزاب او الحركات او الرئاسات حاولت انها تفرض سيطرتها بكذب بعنف بلف ودورة بنصب واحتيال باي شيء كانت هاي واضحة تماما واثرت على الناس وخلت الناس حتى تتمرد لانه هو العلاقة بالتمرد وبالانقلابات وبالشغلات زي هيك فخلال خمس شهور احنا شفنا الاحداث اللي صارت ان كان في الدول المجاورة ولا الاشياء اللي يعني صارت في العالم ككل طيب هذا كوكب التطرف فوجدنا كثير من حالات التطرف المناخية اللي صارت التطرف البيئي او التطرف اللي علاقة بامور اللي علاقة حتى بتعامل الابناء مع اهليهم اه التطرف حتى بعملية الامور المذهبية او الامور الدينية او الامور العقائدية او السياسية فكان فيها كثير من الاحداث خلال الخمس شهور اللي مضت اما بالنسبة لانه هو برضو كوكب الى علاقة بالجنس فكثير فضائح برضو انذكرت بقنوات التواصل الاجتماعي والاخبار هذا عن فضائح جنسية او عن تحرشات جنسية بالفترة الماضية برضو هاي انا من الاشياء اللي مرت علي فانتو شوفوا ايش اللي مر عليكم من هاي الاشياء اكتبوها طبعا هو الان بما انه رجع للحركة الامامية فهاي الامور بتخفي شوي الا انه هو ما زال بشكل زوايا حادة مع الكواكب اللي موجودة في الميزان فهذا الاشي اللي بسوي بعض الذبذبات ولكن ذبذباته بتكون اخف من فترة تراجعه طبعا الان رح يظل بالجدي هو والتراجع القادم رح يكون مساء يوم 29-04-2022 اما بالنسبة للزاوية الاخيرة فهي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة التسعة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بما ان القمر موجود في برج الميزان فخلوه المسار القادم رح يكون يوم الخميس سبعة عشرة بيبدأ في تمام الساعة خمسة وثلاث دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين واحد وعشرين دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر بعديها لبرج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر زي ما حكينا القمر الجديد بما انه زاوية الاقتران بين القمر والشمس يعني ولاة الهلال او ولاة القمر فاليوم هو يكتمل الشهر لانه هو الان تسعة وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاث وخمسة عشر دقيقة فجرا بيصبح ثلاثين يوم مع زاوية الاقتران بنولد وببدأ يوم جديد نسبة الإضاءة صفر بالمية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاث وعشرين عشرة سعيد بنسبة ثمانين في المية القمر في الميزان حتى يوم سبعة عشرة سعيد بنسبة أربعين في المية عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم ثمنتاش عشرة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم سبعة عشرة يعني لغاية يوم الغد طبعا هو سعيد الآن بنسبة خمستاش في المية ولكن في ساعات المساء بعد المغرب بيصير تقريبا منتحس لانه في مراحل الانتقال إلا أنه تصيب الكواكب نوع من أنواع النحوسة المريخ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم ثمنتاش عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احداش عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم ثمنتاش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية وبلوتوف الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة الفين واثنين وعشرين لا يبدأ عملية التراجع فهو بمكث في الجدي لغاية تسعة وعشرين أربعة قبل عملية التراجع هو اليوم مساء يعني هو منتحس ولكن اليوم ساعة ستة مساء بتوقيت الأردن يعني ثلاثة بتوقيت جرينيتش بصير مزاجه سعيد وبصير سعيد بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا اليوم زي ما حكينا القمر موجود مقابلكم تماما اليوم جيد على مستوى أمور يعني أفضل من اليوم الماضي يعني يوم أمس ليش لأنه اليوم السعادة أعلى بالنسبة للقمر وللشمس مع بعض وزاوية الاقتران ما بينهم دعمت ما بينهم فهذا يوم جيد للقيام بعمل مشترك بوسعكم توقيع عقد أو أتمام خطبة أو زفاف ولكن بما أنه في توقيع عقود خصوصا العقود التجارية منقول دقيقوا بالتفاصيل لأنه عطارد بيتراجع فعشان هيك بنصح أنه الدقيقوا فيها بشكل أكبر إذا كنتوا مجبرين على توقيعها ولكن إذا مش مجبرين تأجيلها لبعد انتهاء تراجع بكون أفضل طبعا ممكن يكون بعض التأثيرات السلبية اللي هي بتكون متاعب عائلية أو متاعب مهنية ممكن شوي الأمور الصحية تلفت الانتباه أهم شيء يكون ما ترتجلوا المواقف تجنبوا الانتقادات في العمل وبرضو في نفس اللحظة يعني بدكوا تحافظوا على ضبط الأعصاب برج الثور بيتراكم العمل عندكم أكثر من اليوم الماضي ولكن إنه عندكوا قدرة على إنتاج أو على إنجاز كثير من هاي الأعمال بفضل أنا عشان إتمامها إنه تحاولوا إنكوا تجدوا تعاون ما بينكوا وبين الزملاء طبعا محتمل إنه اليوم بعض الزملاء أو الأصدقاء يحاولوا يساعدوكم في مسألة ما مارسوا حاولوا اليوم زي نشاط بدني حركة ماشي نوع من الرياضة الخفيفة هيك عساس تنشط الدورة الدموية عندك هاي طبعا نصيحة لأنه مناسبة للأمور برضو بتنشطك لعملك وبتنشطك صحيا ولكن بنصحك بمور العمل إنك تباكر لعملك عشان تقدر تنجز أعمالك بالكامل ممكن يكون عندك انشغلات كثيرة وممكن إنك ما تنجح بإتمامها فتضطر إنك تعمل وقت إضافي أو تتراكم عندك بعض الأعمال حاول إنك تنظم موقتك وحاول إنك ما تقصر بأعمالك برج الجوزاء طبعا القمر موجود في البيت الخامس وهذا شيء إيجابي بالنسبة لكم فعشان هيك بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم هذا يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو أدبي وهي فترة استثنائية ورائعة اليوم بيبتسملكم الحظ وبتكون عندك فرحة كبيرة في إتمام بعض الأمور أو إنجاز بعض الأمور ممكن تهتم لاستعادة موقع أو تتحمس للبدء في تنفيذ مشروع طال انتظاره الفترة هاي بتحمل انفراجات عديدة طبعا جيدة لتعزيز العلاقة ما بينك وبين الأبناء أو بينك وبين الأحبة اليوم برضو بيحمل نوع من أنواع المصالحات الجيدة اللي بممكن من خلالها إنك أنت توقد العلاقات مع الحبيب أو إنه يكون في لقاءات عاطفية ولكن بدون فرض السيطرة أو بعض الكلمات اللي ممكن تسبب مشاكل برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم لأن القمر صار موجود في البيت الرابع فعشان هيك اليوم تقدروا إنكوا تتفاهموا وتعززوا العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو أمور إلها علاقة بالدكور أو ترتيبات أو إنشغلات منزلية أهم إشي إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما بسأله شخصية اليوم بحمل نوع من أنواع المصاريف الإضافية فعشان هيك بدك تعرف ترتب أمورك المالية بشكل جيد وحاول قدر الإمكان إنك ما تفرض سيطرتك أو سلطتك على أحد أفراد العائلة لأنه ممكن شوي مع خبر هيك يتسرب لك أو حدث معين يستفزك يعني حاول إنك أنت تولع في الدنيا فحاول تمسك أعصابك برج الأسد بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بالإلكترونيات بالسيارات بالدراسة بالسفر بالمقابلات بالمناقشات كل الأمور اليوم موجودة كل اليوم في نوع من أنواع الاهتمام بكل شيء من اللي إحنا ذكرنا اليوم ممكن تجدازوا امتحان ممكن تتعززوا العلاقة مع أخ أو جار اليوم رح تقدر تستوعب الظروف وتتكيف معها بسهولة لأنه برضو عندك نشاط ذهني عالي جدا وسرعة بديهة عالي جدا ويعني لدرجة أنه دماغك ما رح يهدى هذه فترة ممتازة جدا للتواصل البناء مع الآخرين أهم شيء أنك ما تضيع الفرصة ممكن تظهر بعض الأشياء السلبية بالإشي اللي إحنا ذكرناه فحاول أنك تحله بعقلانية وبقدرة إدارتك أنت بدون ما تعصب وتفقد السيطرة برج العذرة طبعا القمر الآن صار موجود في بيت المال فاليوم هذا بيحمل فرص لها علاقة بالمال أو المكاسب المالية اللي بتكون أغلبها من عمل إضافي مستردات هبات دعم فوتير هدايا منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة اليوم بتتركز الأمور حول أمور مالية صرف ممكن تقلق لمصاريف طبية أو استشفائية أو لدين معين أو حتى لأمور إلها علاقة بمطالبات ناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني ودقق بالتفاصيل اليوم ممكن ترغب بمساعدة أحدهم وتقوم بمبادرة خيرة فعشان هيك بتطلب منك الأمر إنك تركز تدير بالك على أموالك من الصرقة من الضياع من النصابين المحتالين ما تغامر وما تجازف بالأمور المالية يعني لازم تدرس وضعك المالي بشكل جيد ومش كل شيء بترغبه تروح تشتريه لازم تركز أنت بحاجته ولا مش بحاجته برج الميزان طبعا ثقتكم بأنفسكم اليوم كبيرة وبتنجحوا بكثير من الأمور بتدفعوا بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد هاي الفترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت للانتباه ممكن اليوم أنت تحقق أشياء كان صعب أنك تحققها في الأيام الماضية أهم شيء إنك ما تهملها وحاول إنك تكرر المحاولة عشان تحققها ممكن يبتسم لك الحظ إذا أنت يعني تحركت بالاتجاهات اللي بتفتح لك أبواب ممكن إنه يكون في من وراها مكسب لإلك أو تغيير ممكن اليوم تحس بسعادة لأنه ممكن تسترد موقع لإلك أو مكاني لإلك وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره فعشان هيك استغل الفرص الإيجابية هاي عشان الفترة القادمة رح تساعدك في كثير من الأمور برج العقرب ما زال التعب والملل بسيطر عليكم القمر لسه موجود في بيت المتاعب فهو ضاغطكم بشكل كبير فعشان هيك بتحاولوا إنه تتحملوا هذا اليوم بطوله بعرضه بمشاكله بمصاعبه يعني بتحاولوا تمشوه بشكل روتيني هو اللي ضايل بكرة في ساعات الظهر بنتقل القمر بصير عندكم الأجواء بتتغير تماما كل الأمور هاي الصعبة بتبلش تتفكفك وتبلش تنحل لأنه تقدموه على فترة إيجابية جدا حاولوا اليوم إنك تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز اللي بتقدروا عليه من أعمالكم العاجلة ممكن يسود سوء تفاهم تخف حركتك نشاطك تشعر بنوع من أنواع الملل زي ما حكينا فعشان هيك ممكن تتأخر المعاملات أو تلغى ترغب في الإبتعاد عن الأجواء الصاخبة يعني بمعنى آخر هاي فترة سلبية ما بنصح أنا إنك تبادر فيها أو تصدر قرارات يعني تكون حاسمة برج القوس بتنشطوا اجتماعياً وبتسعدوا اليوم من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة حاول إنك تتجنب العناد وكون أكثر انفتاح على أراء ومواقف الآخرين أهم شيء إنك ما تتكاسل وتبادر لتصحيح الأخطاء واستعادة موقعك ما بناسبك البقاء وحيد الأهم من هذا كله إنه إذا عندك عمل مهم أو عندك إشياء حاب إنك تنجزها وتتممها من خلال الأيام القادمة إذا بتقدر اليوم تنجزها وتتممها بيكون ممتاز جداً ليش؟ لأنه بكرة من الصباح في خلوم مسار في ساعات ظهير القمر رح ينتقل ويصير موجود في بيت متاعب فأنت يعني مقبل على فترة فيها نوع من أنواع السلبية تقعد لها يومين وربع فعشان هيك قبل ما نوصل للمرحلة السلبية هاي لازم تنجز كل الأعمال المهمة عشان يكون لك مكسب بما أنه القمر موجود في بيت حليف لا إلك وسعيد برضو برج الجدي طبعاً اليوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم اليوم رح ينتبهلكوا المسؤولون عنكم ويقدروا جهودكم ممكن اليوم تسمع إطراء ثناء يتوكل لك عمل جديد أو مهمة جديدة بتكون هاي مناسبة لا إلك في أشخاص اليوم ممكن يصير عندهم ترقي أو مثلاً يجيهم مكافأة أو يجيهم مديح على إنجاز الأعمال وخصوصاً اللي بيشتغلوا في مؤسسات أو شركات فعشان هيك بقولك يدم أفضل ما عندك وحاول إنك ما تتهرب من المسؤوليات الموكللة إلك أو من أداء الواجب لأنه أي تقصير بضر مصلحتك هذا بيت السمعة برضو مثل ما حكيت لك إيجابيات فهو برضو ممكن يعاقبك لو أنت أخليت أو أخطأت في أي شيء من اللي إحنا ذكرنا بدعوك لاستثمار كل فرصة جيدة عشان أنت اليوم يعني يتسجلك لصالحك برج الدلو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر لاتصالات البعيدة وهذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو إجتياز امتحان أهم إشي إنك ما تستسلم حاول إنك تكرر المحاولة حاول إنك أنت تتابر حتى تصل لهدفك القمر موجود في بيت حليف لإلك واليوم بشكل زاوية ممتازة وهو سعيد جدا يعني الفرص رح تكون رائعة إذا أنت استثمرتها تعتبر هاي الفترة من أفضل أيام الشهر ورح ترتفع حظوظك فيه بنسبة عالية جدا عشان هيك فيه أشخاص منك اليوم ممكن يكون عندهم رحلة أو سفر أو اتصالات أو لقاءات أو مقابلات أو امتحان هاي كلها مفتوحة بإيجابية والحظ بيدعمك فيها فعشان هيك ممكن اليوم يكون فيه احتفال أو تناقش موضوع مهم الأهم من هيك إنه يعني بدي أرجع أقول لك استثمر الوقت اللي بيتعاملوا مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد هذا يوم مناسب لكم أكثر من أي أحد ثاني من برج الدلو برج الحود طبعا اليوم القمر موجود في البيت الثامن للكم استقر تماما فاليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة أكثر لمكسب مصدر شراكة أو تعويب أهم شينكم ما تهملوا صحتكم هاي أهم قاعدة ممكن اليوم تناقشوا موضوع إلو علاقة بتمويل أو قرض ما ممكن تناقش موضوع مواضيع مهمة وتعيش امتحانات صعبة فعشان هيك لازم إنك تكون يقد تماما عالج الشؤون الإدارية بدقة بشكل خاص الملفات الاستشفائية الإدارية والمالية هدولة الثلاثة بدك تنتبه لهم ممكن عند بعض أشخاص من موليد برج الحود تصير بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالعائلة بالبيت بصحة أحد الأحبة أقارب الشريك شوي هاي المسائل ممكن إنها تأرقك أو تخلي بعضكم ينشغل فيها أكثر من الحجم الطبيعي طبعا في النهاية هيك إحنا وصلنا لنهاية الحلقة حاب أعقب على موضوع موضوع الأحداث اللي صارت يوم أمس اللي هي اللي إلها علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي وعملية الفصل اللي صارت والأعطال والأمور هاي وكثير من الأشخاص ركبوا الموجة فهو بدو يتراجع فهاي الأشياء الأساسية رح يصير فيها أعطال فهاي الأعطال رح يتنال الإلكترونيات والتكنولوجيا والاتصالات مواصلات الأسواق المال البورصة الأسهم كلها هاي إحنا علقنا عليها وذكرناها وهي ذكرناها مش لأنه أنا أتوقع أنه رح يصير هيك لا لا لأنه هذا كوكب عطارت بتراجع يعني لا توقع ولا ما توقع هي هاي قاعدة ما فيش مجال يعني ممكن أن أصير في أعطال في الأمور اللي إلها علاقة مثل مصار في التواصل الاجتماعي ممكن يصير في كمبيوترك في البيت ممكن يصير في شركة التلفونات اللي عندك في المنطقة يعني ممكن شبكة النت تنزل ممكن 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 هي هيك ممكن 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 يعني هي احتمالات ذكرت برضو في تراجع عطارت في طيات الموضوع هيك ولت أنه العطارت بتراجع في كوكب هوائي وإحنا دخلنا على فترة الخريف يعني كان في شيء إلو علاقة بالهوى والأعاصير والشالات اللي زي هيك ذكرنا بعديها بكم يوم إنه عطارت شكل زاوي التربيع مع بلوتو وهذا إلو علاقة بالدمار والمشاكل وحذرنا من أشياء إلها علاقة بالطبيعة والنيران وأمور إلها علاقة يعني بالسوائل تحديدا فعشان هيك هاي الشغلات يا عالم والله لا هي بشطارة المتوقع ولا بشطارتي هذا علم هذا مع واحد زايد واحد يساوي اثنين بس إحنا منوصل معلومة يعني أنا بجمع لك المعادلة بقول لك هاي واحد وهاي كمان واحد بجمع هن مع بعض بقول لك بدي يصير اثنين شو الاثنين هاي وين بدها تصير كيف بدها تصير بتصير سياسي مش شغلي هاته في النهاية أنا حبي تعقب على هاي النقطة على أساس أنه يعني تنتبهوا من الأشخاص اللي رح يحجروا على كتاف الموضوع فبحب في النهاية أشكركم أشكر جميع المتابعين واللي استمروا معنا لنهاية الحلقة خاصة الأشخاص المنتسبين للقناة الأشخاص اللي بيتواصلوا معي وبيسألون عن صحة الوالد الأشخاص اللي بحطوا لايك وكومنت تعليقات يعني هذا نوع من أنواع الدعم شكرا لكم جميعا هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم أم نرجع ونحكي والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء